موسيقى فيما الموفي ايكن بنتلق معكم هلأ عبر هيدا البرنامج يجقوا مثل ما عودناكم اللي حروح انا وياكم برحلة على صناعة الافلام وعرفكم على افلام موقسمة طبعت بالسينما العربية والاجنبية فيلمنا اليوم بيحكي موقفحة التنمر فيلم بعنوان ريفلكت واخيرا مشاهدينا بتتجه الشركة العالمية ديزني لشكل جديد لتواجه التنمر على البدانة من خلال فيلم بيتناول أزمة الوزن الزايد خاصة لدى الأطفال يلي هو فيلم ريفلكت خلال ابتكارة هيدا الفيلم يلي بيعرض لأول مرة بطلة الفيلم يلي اسمها بيانكا يلي هي بوزن زايد بلاس سايز يلي بتتحدى المقصات المألوفة لبطلات ديزني وهي شخصية عاطفية محبوبة لفيلم روائة من الرسوم المتحركة بقصة ممتعة بعيدة عن الآلب يلي كانت بتظهر من خلال الشخصيات يلي بتعاني مرض السمنة فطوال تاريخ الشركة على مدار 85 سنة بصناعة الأفلام ما ظهرت الشخصيات زايد الوزن الزايد إلا بأدوار الشر أو ثانوية أو أدوار للإضافات الفيلم ريفلكت يلي بيحمل عنوان هذا العنوان بيروي قصة راقصة بلاي يلي هي شاب ذات وزن زايد يلي اسمها مثل ما ذكرنا بيانكا يلي بتكافح التنمر وبتتغلب على الشك والخوف من خلال توجيه قوطها الداخلية لتحقق أحلامها لتصير راقصة بلاي مشهورة ومميزة رغم وزنها الزايد مع صورة بيانكا بتتصارع مع جسدها بشكل انعكاسة على المراية فبتظهر بيانكا وهي عم بتمارس البالي بالمرية فبتنفق بطريقة بتشير للطريقة المكسورة يلي بتشوف فيها جسدها هي وعم ترؤز قدام المراية يلي محطمة بالظلام من بعدها بتعبرها مع سطوع النور لحتى تكون هون عم بيظهروا لنا قد هي حبها لنفسها الفيلم هو جزء من السلسلة الثانية من الأفلام التجربية الأصيرة يلي أنتجتها ديزني عن الشخصيات غير النمطية المعتادة بديزني وبتحاول من خلالها أنه تشارك جميع فئات الأطفال مهما كانت المشاكل يلي بعنوها أثار فيلم الرسوم المتحركة ومع أنه الفيلم أصير ما بيتعدل دقيقتين فأثار إعجاب المشاهدين حيث عبرت أحد المشاهدين عن رغبتها بأنه يكون الفيلم قد تم تصويره وقتا كانت هي طفلة صغيرة فغردت معلقة وهي اسمها ماجن غردت أنه هيدا الفيلم الأصير من ديزني ياريت انعرض وقتا كان عمر 16 سنة قبل ما اترك البالي ما كانت بوقتها بدي يكون الفتاة السمينة بالصف ما جنمنى المشاهدة الوحيدة يلي لمس الفيلم قلبها وأثنت على مشروع ديزني الجديد إذ بدأ الإجماع كبير على هيدا الفيلم بالأخص على شخصية بيانكا الشخصية المحورية بهيدا الفيلم على عكس فيلم دالت الميرميد يلي اتعرض لهجوم عليه وتعرض أيضا لحملة عنصرية بعد ظهور بطلة الفيلم وهي من أصحاب البشرة السمرة بشخصية حرية البحر حيث اتعرضت للانتقاضات من بيانكا بطلة اعتيادية فهي راقصات بالي صغيرة بالسن وكبيرة حجما مقارنة مع الفتيات من عمرها ومع أنها ما بتتمتع بالمقومات الجسدية المتعارفة عليها لراقصات البالي فشغفها كان بهذا الفن أكبر فكلمة رأسة وحيدة قدام المراية كانت تحسها لو كانها عم بتطير كان كل شي بخير بيعلم بيانكا الوردة إلى أنه اجت الكلمة يلي حطمت فيها حلم بيانكا بأنه تصير الباليرينا الأفضل من خلال ملاحظة صارمة من معلمتها يلي قلت لها لازم يكون بطن مشدود وعنق ممدود على الأرجح أن المعلمة ما كانت بتقصد التجريح ولا التنمر فهيك ملاحظات غالبا ما بتقدمهم المعلمات البالي لكل الطلاب بغض النظر عن مقصاتهم الجسدية بس وقع لهذا الكلمة أو الجملة على بيانكا إجا مدمرا فحطم المراية القاعة قدام أعيونها وبلشت تقارن جسمها بأجسام زملائها بالصف عكست للمراية المهمشة صورا صغيرة عن نفسها ما كانت بيانكا عم تقدر تهرب من نفسها ولا من إعادة ترميم المراية فشعرت بأنها مش بمحلها يلي لازم تكون فيه بأنه هي أقل شأنا من رفاقة بصفة واحد التركيز على الرأس والخطوات عادت لحتى تنقذها من شكوكها ومخاوفها فوظفت موهبتها وصلبتها الداخلية بالفن وبالرأس وركزت بس على هذا الموضوع وصارت من أهم الرقصات والأكثر تميزا فمشاهدينا لو كان عندكم الاختلاف ولو كنتوا غير الأشخاص اللح ولا يكون أو شي ما تقارنوا حالكم بحدا وانتوا لو مهما كنتوا مختلفين أو عندكم مشكلة معينة فأنتوا فيكن تعمل مستحيل وفيكن حلمكن لو غيركن ألكن ما فيكن هذا كان فيلنا اليوم فيلم ريفلاكت أنا بشوفكم بحلقات جديدة مع فلومي وعبر جديدة باي باي اشتركوا في القناة